هذه المجزرة أقسى لا بل الأخرى هذه أشد أو لعل تلك الأكثر دموية تحتار اللغة ومعها المفردات الإنسانية الدولية في توصيف ما يحدث بغزة فلا يكاد الناس هنا يلملمون أشلاء مجزرة إلا وتتبع هفتها فتحط على جرح القطاع النازف بجبل من أشلاء تكاثرت الجبال الجاثمة على صدر غزة لكن الخذلان العربي يبدو الأشد إيلاما والأكثر حزازة في النفس لترك إخوة الدم واللسان والدين لملايين البشر في مرمى أطنان القذائف والمتفجرات دون أن يحتز لهم عرش أو ضمير بإلقائهم لأخلهم في غيابة الجب والجب هنا ليس بئر ماء يلتقط السيارة من فيها فينجوه لكنه أخدود نار يحيط بزهاء مليوني إنسان ولا يراد لأحد منهم أن ينفذ بجلده فيعيد إحياء جذوة المقاومة وهو ما تخشاه إسرائيل وتشاركها الخشية دول عربية اختارت موقعها السحيق من التاريخ تحج أمريكا والغرب إلى إسرائيل كل ليلة وهي بذلك لا تكتفي بإعلان الدعم المطلق للاحتلال وجرائمه المتتابعة فترسل له السلاح قوافل والجند ألوفا وتتوسل له الدعم الاقتصادي وهو المحاصر للمحاصر فيما العرب مكتفون بالشجب والتنديد وهم عاجزون عن إدخال شاحنة مساعدات إلى غزة المحاصرة وإن كانت تحمل أكفانا وأغذية تالفة من مجزرة المعمدان إلى مجزرة جباليا وبينهما عشرات المجازر يتعمد الاحتلال استهداف المناطق المقتضة بالسكان ويستهدف المدارس والمستشفيات بغطاء أمريكي لا ينتهي حيث تزامنت إحداها مع وجود بايدن في تل أبيب في مرافقة الأخرى لقاءات وزير خارجيته مع قيادة الاحتلال وزيارته للأردن لا يكاد يوم يمضي إلا وترتكب إسرائيل فيه أكثر من مجزرة غير أن الأنظمة تستكثر تقديم ما تصفه بقمة عربية فتبقيها على موعدها وكأنها تنتظر أن تأكل النار غزة وينتهي الصداع غير مدركة أن نار الاحتلال تصل إلى ما هو أبعد من فلسطين أقرب إلى بلاد العرب دون استثناء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة